السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حواتاتي المتتبعين المشاهدين اليوم إن شاء الله نقترح عليكم حد الوصفة اللي كجي سهلة دابا رمضان إن شاء الله را قرب وكين الأخوات اللي قالوا لي توجدين شي حاجة دابا رمضان قرب كم عارفين الوليدات اللي كاي سومو ودك شي كل شي كاي تشها دابا حضرت معكم هذا الوصفة إن شاء الله دابا نحضر هذا اللي كوفيت واحد لغسيت ونشاركها معكم لدي هنا الكوفيت من قين لدي هنا شوية الحامض لكم عارفين أنا غبيت نسمهم الحامض وانتوما باش مما بغيتوا نسموه لدي شوية تومة لدي هنا بتاطا اللي غنحتاج من بعد لدي نسكل وانتا بتاطا لدي لاني سلقتها لدي لسوس حارة عندي هنا هاد الاسوس انتوما باش مما بغيتوا نسموه اخواتاتي عندي شوية دي لازير هنا اللي كان نسمو به غنحتاج شوية الملحة غنحتاج المقلة شوية زبدة انا بغيت نصوطي هاد قوذيت انتم وانتوما بغيت كياني كيكونوا طايمين كي يخليوهم هاكا كانا بغيت نصوطيهم نسموهم شوية داب ان شاء الله غننز معكم لطريقة باش غننخدم هاد اللغوسيت اللي كاتعجبني وكننحضرها وكاتعجبني وغتنشاركها معاكم داب ان شاء الله وسهلا متنويض الجميع داب ان شاء الله غننز نوري لكم طريقة نضع ملحة لحامض نضع ملحة لحوض نضع ملحة لحصورة نضع ملحة للصوص يخطيب الملحة لأنهم لا تريدون يذكر نضع ملحة سوف نضيف جميع الأزير التجوز مصوص نضيف جميع الأطباء أخواتي نضيف جميع الأطباء نخلطه مع ذلك شوية التومة سوف ندوز من السوتيهم ندروه في المقلة ونرجع معاك سوف ندوز من السوتي سوف ندوز من السوتيهم سوف نسوتيهم سوف نرجع البطاطة بطاطة بطاطة نحتاج ملحة 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 تظهر ملحة رجع أو نسم لبصلة مقلي أو ملحة ثم لا ترين احمد هذه الخوضر نستقبل هذه الأخرى نكمل معكم التاريق ونستخدم بطريقة نكمل معكم التاريق هناك أحد البيضة نحلط نقوم بطريقة لأنها سهلة لكل واحد نضع أحد البيضة أردت أخبار الملحة لنقوم بسهل البنيتات فارينة قمت بسهولة 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 اوهولية سوف نقوم بطاطة نقوم بطاطة تجد منظرها تفضل هذه الهدفة تجد منظرها تجد منظرها تجد منظرها نضيفها اشتركوا في القناة 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 إن شاء الله